في شتنبر الماضي وقع قادة مالي وبورك نافاسو والنيجر ميثاقة لبتاكو جورما المؤسسة لتحالف دول الساحل الثلاث بهدف إنشاء إطار للدفاع المشترك والمساعدة الاقتصادية المتبادلة من ضمن المبادئ والأهداف التي ينص عليها الميثاقة العمل من أجل توسيع التحالف أمام الدول التي تشترك مع المجموعة في أهداف التحرر الاقتصادي والاستقلال السياسي البلدان الثلاثة التي انسحبت من مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يتراوح ناتجها المحلي الإجمالي ما بين ثمانية عشر وأربعة عشر مليار دولار كما يتراوح حجم صادراتها بين أزيد من ثلاثة ملايير وتسعة ملايير دولار بحسب أرقام صادرة عن البنك الدولي نجد من أهم صادرات هذه الدول الذهب والقطنة والأسمدة والحديد والنفط أما أبرز الشركاء التجاريين لها خارج القارة فسويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة والصين وتركيا وانضافت روسيا إلى القائمة بعد التحالف معها بديلا عن فرنسا داخل القارة من أهم شركاء هذه البلدان الكوديفور ونيجيريا وغانا وسينيغال فضلا عن المملكة المغربية الشريك الاستراتيجي الذي اقترح قبل أشهر إطلاق مبادرة هدفها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي بمقدراتها المختلفة تتطلع كل من مالي وبوركينافاسو والنيجير إلى تقوية اقتصاداتها وتحقيق نهضة تنموية شاملة ما سيشكل خطوة مهمة نحو القضاء على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر